التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتلية بحزب الاتحاد ونقابة أطباء الأسنان والمجلس القومي للأشخاص دوي الإعاقة وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدف وتنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يد مرشح الانتخابات الرئاسية وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها دعوت هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية